سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المتابع الكرام جنازة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب اليوم بعد اعلان وفاته بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عام نوي هنقول برضو نتيجة او سبب وفاته ان توقف عضلة القلب بعد صراع مع مرض السرطان داخل احد المستشفيات بالدقي وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب اصيب بالسرطان وللمرة التانية وكان يعاني من المرض في الفترة الاخيرة وادى الى وفاته بعد صراع مع مرض السرطان واعلنت الفنان نهاي العنبر عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح لها عن تغيير موعد الجنازة بدل صلاة العصر هتبقى بعد صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة بدل من ساعة اربعة ونص لديق الوقت وفي اجراءات الدفن واعلن الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد معاناته مع المرض وقال ان سبب مرض السرطان لم يتمكن الاطباء من انقاذه وقال ان الفنان فطين عبد الوهاب كان مؤخرا كان بيعاني من المرض وكانت حالته خطيرة جدا وصرح احد المقربين من زكي فطين عبد الوهاب من اصدقائه وقال وصيته اللي اعلنها لصديقه قبل وفاته وللأسف قال ان هو كان بيشعر ان هو هيموت قريب لان وصى وقال له ان وصيته ان هو كان عايز لا يقيم عزاء لي ويقتصر العزاء وقت الدفن بس وقال ان هو كان بيشعر ان هو هيتوفى عشان كده قال لي وصيته وقال كمان اللحظات الاخيرة اللي كان عانى فيها زكي فطين عبد الوهاب من المرض وقال ان هو كان بيحاول يتأقلم مع المرض ويعيش حياة طبيعية بس طبيعة المرض كان محتاج راحة راحة كثيرة عشان هو كان بيطعب جامد جدا وكان زكي فطين عبد الوهاب مؤخرا ان دكترة كانوا بيحاولوا ان هم يسعفوا بس للأسف اتوفى بعد معاناة عيين الله عز وجل ان يتغمدوا بوسع رحمته وان يسكنوا فسيح جناته وان يلهم اهله وزوي الصبر والسلوان تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة